اشتركوا في القناة وثنائكم شيء جميل ما خاب ظني فيكم وكنتم اشخاص يعني على قدر المحبة الحمد لله رب العالمين والشكر لله ومن ثم شكر لكم وما رح يعني مهما حكيت ما رح اوفيكم حقكم شكرا ولكن رح اخص اليوم شخصين فما تزعلوش يعني من هذه الخصوصية لانه هاي الخصوصية هذولا الاشخاص الان رح تعرفوا عنهم اشياء هذولا الشخصين هم طلابي من سنوات يعني وكل واحد فيهم الو حياته ولكن لما سمعوا بالوضع اللي انا فيه فما توانوا للحظة وما انكروا الجميل ووقفوا وقفا والله اهلي ما وقفوها هذا يمين بالله فالاول احمد الله يبارك فيه اللي طول عمره ماسك الادارة ماسك الامور العامة هو تقريبا اللي بدير كل الامور وانا موجود وانا مش موجود يعني ذراع اليمين والثاني املجين تلميذة وقفت بالباع والذراع واثبتت انها يعني بنت تلميذة صديقة بكل المقاييس يعني مهما وصفت لا اوفيها حقها فالله موجود واشاهد على هذا الامر فحبيت اني اخص هدول الاثنين لانه في اي يوم يعني لو حصل انه انا انقطعت باي ظرف ما رح تجدوا انه واحد من الشخصين هدول احمد او املجين شهدان رح يوقفوا همه ورح يكملوا اللي انا بدأت فيه وان شاء الله انه مع الايام بيكون لهم قلوات وبيكون لهم طريق التواصل ونشر علوم علوم طبعا صعب اني انا احصرها بحلقة وبمقدمة ولكن هم رح يكملوا انا اثق فيهم اثق في قدراتهم وبعلومهم وان شاء الله انه ربنا بتمم عليهم وبكمل بكملوا وبجتهدوا زي ما هم مستمرين يعني ولكن لهم محبة خاصة واحترام خاص وتقدير خاص فان وجدتوا الاسماء هاي بتتكرر فاعرفوا انه تقدروا تسألوهم تقدروا تتواصلوا معاهم هم ما رح يقصروا معاك برضو يعني كأنه رح تجدوا انه سعيد هو الموجود ويمكن هم احسن من سعيد كمان فعلكوا كل الاحترام والتقدير ما بعرف شو اجعبالي اني اذكرهم واثني عليهم هذا الثناء هذا اليوم ولكن لإحقاق الحق ما منعرف امتى الحياة امتى الموت امتى المغادرة امتى 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 فهي كلها امانات ويجب وضع اشياء في مكانها او كل شيء وضع في مكانه في نصابه الصحيح فالكو كل الاحترام والتقدير ولكل اللي علقوا كل اللي دعو لهم الاحترام والتقدير ما ما بقدر احصر باسماء ولكن هذول الاشخاص عاشروني وعايشوني سنوات فمعرفتي فيهم مش معرفة يوم ويومين فبرضو عشان هيك حبيت اني انا اخصهم بالذكر خلينا خلينا نروح لتوقعات اليوم طبعا توقعاتنا اليوم هو اليوم السبت عشرين اذار هذا اليوم المبارك اللي في انتقال الشمس لبرج الحمل ويعتبر علم او عيد او شيء مميز في كثير من المذاهب والديانات وحتى عند المسلمين عند السنة عند الشيعة عند كل الطوائف تقريبا هذا اليوم الو ميزته حتى عند الصينيين حتى عند البوذيين هو يوم مميز جدا اسأل الله انه في هذا اليوم انه يعطي كل انسان ما بيتمنى فاليوم توقعتنا لا عشرين اذار القمر ما زال موجود في منزلة الهنعة وهي تصلح للمحبة والخير والقبول ورح يمكذ فيها حتى تمام ساعة عشرة واربع وثلاثين دقيقة صباحا من صباح اليوم السبت بعدها رح ينتقل لمنزلة الذراع وهي جيدة وصالحة لكل شيء القمر موجود بالجوزاء وحكينا انه تأثير القمر لما بيكون موجود بالجوزاء في هاي الفترة من انشط في اتصالاتنا ومنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية وبيتقلب الناس من حولنا في افكارهم وتصرفاتهم اكثر من المعتاد وبيصعب وبيصعب تصديق كل وعد او كلمة وقال علينا انجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها ووسعنا ايضا الانضمام لدورة دراسية او تعلم لغة جديدة او الانضمام لعضوية نادي وطبعا بالنسبة للقمر له زوايا اليوم ولكن الحدث الاهم اللي ذكرنا عنه شوي هو انتقال الشمس الى برج الحمل وطبعا الانتقال رح يكون في ساعات الصباح يعني في تمام الساعة تسعة وسبعة وثلاثين دقيقة صباحا رح تنتقل الشمس من برج الحوت لبرج الحمل ورح تمكث في برج الحمل حتى مساء يوم تسعتاش اربعة دخول الشمس في برج الحمل يعني بداية فصل الربيع وبداية الدائرة الفلكية يوم عشرين ثلاث برمز للاعتدال الربيعي حيث بتعادل النهار والليل لأول مرة أما في المرة الثانية فبيحصل هذا الاعتدال لهو الاعتدال الخريفي اللي بصير يوم ثلاثة وعشرين تسعة مع انتقال الشمس إلى برج الحمل بنشعر بانتعاش بعد فترة الشتاء القاسي والباردة وبنفتح صفحة جديدة بتعدلنا تفاؤلنا ورغبتنا في الحياة أكثر أكثر المستفيدين من وجود الشمس في برج الحمل هم أولا موليد البرج نفسه ومعهم الأسد والقوس ومن ثم موليد الأبراج الهوائية الجوزاء الميزان أضعفهم الدلو لوجود الشمس في الحمل تأثير إيجابي على كافة موليد الأبراج ولكن في مجالات متغيرة فيما يلي أبرز هاي التأثيرات برج الحمل بيبدأ فترة أفضل من سابقتها صحيا ونفسيا وبتبلش أمورهم تتحسن تدريجيا لغاية ما يوصل عيد ميلاد أي شخص من موليد برج الحمل بعدها بتبدأ سنته لجديدة فبتصير الأمور أفضل وأقوى وببدأ عام الجديد برج الثور طبعا على عكس موليد برج الحمل هاي فترة غير مريحة لا صحيا ولا نفسيا السبب أنه شعروا في الفترة الماضية وكان في ضغوطات أو في ضغط عليهم بلش يتزايد الآن بدو يتزايد أكثر لأنه الشمس صارت موجودة في بيت المتاعب عندهم غير رح تضغطهم اللي هي هاي منسميها شهر الغربلة أو الشهر اللي بتتغربل بيشيل كل الأشياء السلبية اللي حصلت معها خلال العام في هذا الشهر بيلغيها بيشوف شو اللي بدي يكمل معها السنة وإيش اللي رح يلغيه خلال هذا السنة فهي فترة القرارات أو التنظيف إحنا منسميها فبدهم يديروا بالهم على صحتهم وعلى نفسيتهم برج الجوزاء بينشطوا اجتماعيا بمناسبات الدعوات بلقاءات باحتفالات بتعارف على أشخاص أعمال من خلال مناسبات اجتماعية زواج بيصير من خلال مناسبات اجتماعية الأجواء بتكون داعمة لهم بشكل قوي برج السرطان بتركز كل اهتمامهم على مركزهم الاجتماعي على المنصب على العمل بيدفعوا هذا الاشي بيدفعهم بمصالحهم في مجال العمل برضو علاقات مع أشخاص ذو منصب ذو مكاني برضو بدهم ينتبهوا أنهم ما يتغيبوا عن عملهم أو يعملوا أي شيء ممكن يسيئلهم في عملهم لأنه هذا بيت السمعة بالنسبة لهم فبدهم ينتبهوا إذا استغلوا بشكل إيجابي هاي هم حققوا أشياء وشهرة وممكن منصب معين وممكن رفع معين إذا ما استغلوا خالفوا القوانين فممكن أنه يشوه سمعتهم برج الأسد يعتبر وجوده بالحمل من أقوى المستفيدين هم مواليد زي ما حكينا الأبراج النارية منهم برج الأسد بينشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة العلاقات مع أشخاص خارج البلاد مع أجانب إشي إلها علاقة بالتعليم بالجامعات تغيير تخصصاتهم الدراسية اللي بيشتغلوا بمجالات الاستراد والتصدير اللي بيشتغلوا في يعني كل المجالات اللي إلها علاقة في البيت التاسع حتى على مستوى الطلاب الجامعيين ودراساتهم حتى على مستوى التعارف والعلاقات من خلال الجامعات وبداية علاقة عاطفية أو زواج لا اتنين في الجامعة يحبوا بعض أو من خلال مدرسي في الجامعة أو مدرس في الجامعة بيشتغلوا بنفس المجال برضو بيكون هذا الاشي لهم أو ممكن من خلال سفر أو مع أجانب برج العذراء الفترة هاي بتركز على الأمور اللي إلها علاقة بالفرص المالية أي الفترة تتاح الفرصة لمكسب مالي بيجي من شراكة أو من تعويض أو من تركة أو تعويضات مثلا تأمينات قروض استرداد أموال لإلهم كانت إلهم وفقدوها في الفترة الماضية بدهم يسترجعوها يعني كل إشي إلها علاقة بالأموال المشتركة في فرص مالية لهم كمان اهتمامهم بالأمور اللي إلها علاقة بالغيبيات وإلها علاقة بالأشياء الغامضة والتاريخية برج الميزان بيعززوا شراكاتهم هاي أول قاعدة اللي هي تعزيز الشراكات ممكن يكون فرص لزواج ارتباط تطوير علاقة لمرتبة ارتباط مصالحات بين الأزواج تراجع عن قرارات سابقة أمور لها علاقة برضو بالقضايا القضائية بتكون لمصلحتهم بالفترة هاي أو بيجي الحكم لهم ولكن بدهم ينتبهوا من شغلة وحدة أنه وجود الشمس بالمقابل بضعف الطاقة فبدهم ينتبهوا على طاقتهم قدر الإمكان برج العقرب طبعا بالنسبة لموليد برج العقرب بدهم ينتبهوا لأنه تعتبر مكان الشمس في الحمل مش القوة المطلالة لهم في هاي الفترة مشاكل بتصير على مستوى العمل بيتراكم العمل عندهم بصير خلافات في مكان العمل مع زملائهم بالعمل برضو بدهم ينتبهوا لصحتهم لأنه هذا بيت الصحة وبيت العمل صحيح أنه في أوقات إيجابية ممكن يلاقوا عمل جديد أو ينتقلوا لعمل جديد ولكن بدهم ينتبهوا من أي خلافات إلها علاقة بالعمل وإلها علاقة بالصحة برج القوس بيشعروا بقوة الحظ والعاطفة بشكل كبير وخصوصا برضو الأمور المالية الشمس داخلي على البيت الخامس لألهم بيت الحظ المطلق فعشان هيك الفترة هاي مميزة شهر مميز استغلوا واستفيدوا منه لأنه ما رح يتعوض هذا شهر يعتبر شهر مميز جدا زي ما حكينا بقوة الحظ والعاطفة والأمور المالية برج الجدي بيستفيدوا في مجال العقارات والسكن والارتباط العائلي والأمور العائلية جمالا اللي بيشتغلوا في المجالات العقارية ممتاز اللي بدهم يستأجروا بيت أو ينقلوا على بيت الفترة هاي اللي هم ممتازة اهتمامهم بالشؤون العائلية برضو ممتازة كثير بيستفيدوا من هاي الأمور والارتباطات العائلية برج الدلو بينشطوا بينشطوا في أمور لها علاقة بالسفر القصير والاتصالات التليفونات سيارات بيستفيدوا الطلاب الابتدائي والثنوي في دراستهم فترة جيدة للنشاط حتى اللي بيشتغلوا على مستوى التجارة المحلية زي بقالة مطاعم أشياء زي هيك الفترة هاي برضو ممتازة لهم بشكل كبير اللي بيشتغلوا في المراسلات والنقاشات بالإقناع بالتسويق برضو ممتازة كثير لهم برج الحوت برج الحوت الآن الشمس صارت في بيت المال عشان هيك تتاح الفرصة الأمور المالية أغلبها تيجي من عمل إضافي مستردات هبات دعم هدايا بتتخلص من ديون من أزمة مالية الفترة هاي ممتازة جدا ماليا حاول تستغلها وتستغل كل الفرص وتتحرك عشان تكون فيها فوائد لا إلك أما بالنسبة للزوايا الفلكية فعنا زاويتين زاوية الأولى هي زاوية التثليث إيجابية راح تكون بين القمر والمشتري وهاي راح تكون في تمام الساعة ستة وثلات عشر دقيقة مساء بتهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومن حاول إنه نساعدهم قدر الإمكان زي عمل إنساني بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية أما بالنسبة الزاوية التي تليها فهي زاوية تربيع سلبية راح تكون بين القمر وبين نبتون وهاي راح تكون في تمام الساعة ستة وعشرين دقيقة مساء بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا للعيش في عالم مهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الأخرين طبعا بما أن القمر في الجوزاء فخلوه المسار القادم راح يكون يوم الأحد بكرة واحد وعشرين ثلاثة بيبدأ في تمام الساعة اثناش وثلاث دقائق بعد الظهر وبيستمر إلى تمام الساعة اثناش وسبعة عشر دقيقة بعد الظهر لا ينتقل القمر لبرج السرطان أما بالنسبة لعمر القمر طبعا عمر القمر انحصار المربع سبع أيام في تمام الساعة سبعة وثلاث واربعين دقيقة صباحا بيصبح ثمان أيام نسبة الإضاءة أربعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت وبدأ تنتقل للحمل حتى يوم تساطاش أربعة سعيدة بنسبة خمسطع في المية القمر في الجوزاء حتى يوم واحد وعشرين ثلاثة سعيد بنسبة عشرة في المية عطارد في الحوت حتى يوم أربعة أربعة سعيد بنسبة عشرة في المية الزهرة في الحوت حتى يوم واحد وعشرين ثلاثة سعيد بنسبة خمسطعش في المية المريخ في الجوزاء حتى يوم ثلاثة وعشرين أربعة سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية المشتري في الدلو حتى يوم ثلاثة عشرة خمسة سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 23.5 منتحس بنسبة 10% ورانوس في الدور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 25.6 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 27.4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات بتطالعك فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها أهمش أنك ما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليوني والدبلوماسية في التفاوض بتكثر الزيارات وبتكثر عندك التنقلات برج الثور بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم أهمش أنك تتجنبوا النفقات ممكن تقلق بشأن مصاريف لتصليحات لاستحقاقات مالية أهمش أنك تتجنب نزوات التسوق حاذر من تهديد الاستقرار المالي بالتقلبات ممكن تنشغل بمسألة مالية أو مسائل مالية متنوعة برج الجوزاء أنتم قادرون على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها بتلمس انفراج وبترتفع معنوياتك بشكل ملحوظ بتواجه الوقاع بمنطق وعزيمة تتلقى جواب هذه الفترة وبتتوضح لك الأمور بانتظارك لقاء أو مرحلة جديدة برج السرطان بينال التعب منكم لليوم الثاني على التوالي ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا كثير لغذائكم وراحتكم ابتعدوا عن الأجواء الصاخبة والمشحونة بالإنفعالات خذ قصة من الراحة بأنه ممكن تعيش لحظات صعبة لآخر يوم حاذر من الفشل أو الالتباس أو التراجع الصحي برج الأسد بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء وهاي الفترة مناسبة لطلب استشارة أو تأييد أحدهم ممكن تنجز عملك بشكل كامل دون واسطة أو تدخل أحدهم ولكن أنا بفضل إذا كان الأمر بيتطلب مساعدة الغير ما تترددش استشار أهل الاختصاص بتطمئن مخاوفك وبتفرح لحمل التأييد ودعم لقضيتك ما تستسلم بل تفاءل بالخير برج العذراء حافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل قدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ كون على قدر المسئولية وما تتردد بطلب رأي أو مساعدة أحدهم إليك دع خجلك جانبا وعبر عن آراءك بثقة وجراءة وتجنب الكلام القارص برج الميزاب اللي بيتقدم لامتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد هاي فترة حافلة بالنشاطات حاول إنك تبحث عن الحلول اللي بترضي الآخرين ممكن تضطر للتراجع عن موقف ما بتكثر الانشغلات الإدارية حاذر من المتاعب الصحية برج العقرب ادخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة سارع لترتيب أوراقك وملفاتك بتحتاج لخبرة أحدهم لإنقاذك من ورطة لا تبقى وحيد ولا تتقوقع شارك في كل النشاطات وبهدر لتصحيح الأخطاء برج القوس بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو في العاطفة هاي فترة صعبة بتثقل خلالها الهموم والمسؤوليات بتعيش لحظات صعبة ومحرجة بتعاكسك الظروف وبتظهر معاكسات كبيرة تعتبر هاي من أصعب أيام الشهر لا تخالف القوانين ولا تكون ساخر برج الجدي واصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وانتبهوا لصحتكم حاذر من تراجع صحي باكر لعملك وترك مساحة للغير للتحرك باستطاعتك حسم الأمور لصالحك واتخاذ قرارات جريئة إذا كنت مستعد لذلك برج الدلو ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا بتكثر التنقلات والزيارات والاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبيا ممكن تعيش فرحة ونجاح ولكنك ممكن تضطر لمساعدة أحد أولادك أو أحبائك ممكن يفاجأك أحدهم بالوقوف لجانبك فكن شاكر إله ولا تنسى رد الجميل برج الحوت بتنهمكوا بأمور إلها صلة بالبيت والعائلة كل تركيزك رح يكون على الأمور العائلية أهم إشي أنك تخصص وقت مهم لعائلتك ولشؤونك الخاصة ما تهمل الأمور العائلية نهائيا ما تتسرع في الحكم على الأمور وعلى الأشخاص ممكن تعاني من سوء تفاهم أو شك هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء